طور إيد دورة خسرها بخفاء وطاحة على شفيفها وبيش جهد باش تفحها لسقات على الباب حسد ست ما خليش لها الفرصة فين تستوعباش واقع بدك يبوس فيها بقوة بغيت تدفعوه لكن كان حاكمها مزيان وما كانش عندها مخرج من غير رجلها هزاتها بغت تعطيها لحجرو وهو يحبسها وزير عليها برجليه خاشيها وسطهم حسبي هات زيرات وتقطعات فيها النفس عادح بس وهو يقول لها باقي مخلاقش هادة اللي يعطيني الأوامر هزات إيدها بغت تضرشو شدها لها ومزير على معسامها حتى تأوهات من الألم وقال إيه لباقة بغت إيدك جمعيها عندك وراه ما نسيتش أشكنتي بغت دير قبيلة تحنا عندها كيشوف لها في عينيها وقال كون درتيها كانت غدا تكون ليلتك طويلة وشاقة وغمزها خلاها واقفة بحالة متاع للحرية إيدها معلقة في الهوى وخرج كيفرنس عايش بورا سوى شنودار هبطات إيدها كتمسد فيها بصباحة خلا فيها لطراز ديال صباحة مشات دفعات الباب خافت ولا يرجع وتفكرات القبلاء ومشات كتجري للدوش حلات الماء وغسلات وجهها وفمها كتغسلوه تعاود عايفة بوسطو مشات لبيتها وسمحات في العشاء دخلات الفراشها ودماغها مخربق ونعسات هاد المرة بدون ما تفزق مخدتها بالبكة أما هو اركف سيارته غادي ومع الصم من راسه هو ممشاش يشوف سانتي كان باغي غير يتأكد واش معاها سيف ضروا راسه على اشنو بيناتهم واشنو نوع علاقتهم من لي ملقاش كان غادي يخرج حتى استفزتاته بهضرتها ولكن القبلة لاش اضرب الفونون وكيتمتم نعسات غادي رما فاقت حتى الصباح والأول مرة منذ سنين وخاصة من اللي بدأت انتقامها ساندي ما دهرات فاقت في فراشها كالتحكد ناضت للطوالات قبل ما تنتابع باللي ما كيناش في بيت ساندي فترات ومشات للمجلة غير دخلات للمكتب ولقات السلامة شي جعوب وشي نخلها كيف ما ديما قلسات في المكتب ديالها وغاست في خدمتها وبعض لحظات تم داخل سيف وهويت مع التصفيق هزات راسها كيبانوا لها زملائهم كيصفقوا عليه اضحك على هبالهم وتوجه عند غادير باس هفخد هوجلس في المكتب دياله اللي في جنو جاءوا لبناته الدراري ووقفوا عليه او كل واحد كيقول ليه سؤال في جيه وغادير مفاهمة والو قيلس في بلاستا ومحرفش شنوا واقع قال ليهم سيف ما لنا شنو كاين قال ليه واحد الشاب واش انت لايح قنبولة وكتقول شنو واقع قالت واحد البنت ناري المقال دار حالة مواقع التواصل الجماعي هو يقول سيف وشكون قال لكم انا مولا راكم غير كتخربكم قال ليه الشاب ما شيع لي ناصات توقيع ديالك البلاك نايت اللي كان لقابك من ايامات الجامعة هو يقول سيف باين عليك انتا اللي انشرتيها هنا وهو يقول الشاب وانا قلتها غير بنتنا واش ما خايفش على راسك تولي هدف سفاحة الطريق سريع سيف اضحك وقال ما كرهتش نتعرف عليها هادي كسيدة خطيرة ودماغ وهو ما كيدرت شو غادير سفارت من اللي سمعات اللقب ده غيط بات العنوان وطلعوا لها عدة مواقع لايحين المقال اللي كيهضروا على القاتلة المتسلسلة اللي كتقتل الرجال وتقطع لهم اعضاءهم التناسفية واستعصاء الشرطة على القبض عليها رغم تكلف امهر الضفات والمحققين بالقضية وعلى رأسهم صخر بن يازيد ولات كلها كترعت صدمة مورة صدمة افعال وجرائم ساندي ولاو على المكشوف ودابة فرصة الوصول لها ولات مضاعفة حطات ايدها على صدرها كتحاول تاخد نفس وكتفكر نهارك تشفات افعال ساندي وشافت الاهداف ديالها وخططها وطريقة القتل نبهاتها شحال من مرة توقف على ذاك شي اللي كتدير من خلال ميساجات وفيديوهات ولكن كفوان جاهلاتها وعيراتها بالجبن والضعف لمقادرات حتى تنتاقم لعائلتها وتاخد لهم حقهم اللي ضاع غادرت اثمات في ذاك الوقت وخوفها زاد كبر ودابة هي معرضة لخطر تلفق لها جرائم القتل من حيث لا تدري وبعد يومين فاقت ولقات البيت مضلم فاقت ضوء القمر اللي داخل من البالكون خلاها تعرف اينا غرفة فاشكاينة ناضت بلما تشعل الضو خرجات متاجها لبيتها بقال لها التليفون ديالها فوق الطابلة وهزاته ولقاته طافي دارته في الشارج وشعلاته كيف تطلع لها تاريخ اليوم وهو ما يتبدلوا مناميحها شعلات الأضواء وبدأت كدور في دوائر باغت استوعب دك شي اللي شافت هزات فاس كان قدامها وضرباته مع الأرض بحر جهدها حتات شخشخ وطلقات صرخة الغضب من أعماقها فكرة أنها مظهرت شيومين متابعين بغا تتحمقها هادا كي يعني يقدر يجيش نهار وتختافي للأبد إلا مايمكنش هادي هاد شي هو اللي ما تقبلوش ما زال عندها ميدال ما زال باغت كمل حسابها مع اللي كانوا سباب في معاناتها ومع ذلك وخد كمل انتقامها هي ما باغت مشي فيه خاصة بعد ما طلقات صخر ولا عندها سبب أكبر للبقاء باغتها هي تعيش وتحب وتحب وخاهية شخصية نتجات على الضعف ومرض واحدة أخرى هادا ما كي يعنيش أنها ما عندهاش حق تعيش وتستعمر أحاسيسها تجاه صخر حقيقية وما غاداش تستسلم حتى تخليه يبادلها نفس المشاعر ويبغيها وهات شي غدا تحقوه مهما كلفها الأمر توجهات للتليفون ودوزات النمرة ديالسخر باغت سمع صوته تعرف أحواله وتشوفه بقى كيصوني حتى التقطع عودات مرة تانية وتالتة عاد جاهوك بغا تطير بالفرحة قال ليها نعم وهي تقول ساندي سخر توحشتك ممكن شوفك بقى ساقت شوية وهو يقول أوكي نتلاقى في البلاسة المعددة قالت أوكي باي مشيت طايرة البلاكار كتقلب على ما تلبس لبسات وهزت بوشيطة دارت فيها التليفون وخرجات وصلت لكازينورينو دخلت لعند المانجر واعتادرات على هيد اليومين اللي ما حادراتش فيهون وباللي كانت مريضة خرجات وتوجهات اللبوات فين كاين حبيبها ابتع لها غير ايمتى تشوفوا دخلت وكان المكان عامر بلا قياس وكيلم حادوت رسمات ابتزامة عريضة على وجهها توجهات لعنده بخطوات مسرحة وتلاحت عليه كان قالس مع عمر ومراد كيهضرو في الخدمة حتى لمحها جاية وسكتو كاملين لم تبعينها بعينيهم حتى تلاحت على صخر وهو ما دار حتى حركة خلاها حتى بعدات وحدها قلسات في جنبه هات متابهات للدراري اللي قالسين وقفات وسلمات عليهم بالأيد ومن بعد قلسات قريبة لصخر كتشوف فيه بشوق طور وجهو جهتها وقال جيتي بوحدك قالت آه علاش قال اختك ما جاتش معاك وهي تقول اختي دار شاف فيها وقال آه اختك التوأم قالت سامدي آه كتهدر على غادير فين كتعرفها قال لها صخر تلاقينا صدفة شي جوج مرات وهي تقول تلاقيتها صدفة وعلاش كتسول عليها صخر خنزر فيها وقال وعلاش ما نسولش وهي تقول ساندي آه لا غير هي ما عندهاش مع هاد البلايس قول معقدة شوية ابتاسم وقال مم معقدة وهي تقول خلينا منها قربات ليه وهمسات ليه فود من صخر يلا هنمشيوش بلا صخرا في هالهدوء ونكون وبحتنا قال لها صخر ما جاتش نخلي تدراري ساندي ما عجبهاش الحال وقال لها صخر في الأصل كنت خارج معاهم وانتي دي جيتي ماشي العكس هزات كاس وقالت أوكي اللي عجبك قلسات مفقوصة جاي على أساس تكون غير هيوية حتلقات معه صحابه ما عجبهاش الحال وزاد كيسول على غاديه ممط مقلناش لهذا الاهتمام المفاجئ وخيكون تلاقى بيها علاش كيسول عليها ابقات قلسة مفقوصة ولكن ما قدراتش تتقلق منه كل ساعة كتبقى تشوفها ومن بعد صخر وصل ساندي لدارها طلعات للشقة وفتحات الباب ودخلات لبيتها بدلات حويجها وهي تسمع صنات دي الباب استغربات شكون ممكن يجيب هاد الوقت عارفة غادير ما مداخلاش مع الناس وما عندهاش صحاب وحتى هي حتى واحد ما عارب فين ساكنة من غير صخر بهذا الفكرة اللاخرة مشات كتجري الباب على أمل يكون هو اللي رجع حلاته حتى كتتفاجأ بالشخص اللي قدامها تفكرات فين شافته وهيت ترسم ابتسامة بلها على وجهها قال لي هسير سلام غادير وهي تقول ساندي شنو جابك في هاد الوقت قال لي هسير جيت نشوف كيف بقيت قالت أنا مزيانة وهو يقول أشنو غدا تخليني في الباب قالت لا تفضل ادخل نصطالة وتبعته ساندي كتشوف فيه ما حاملهاش عرفاته من صور اللي عند غادير باللي هو زميلها في الخدمة وصديقها الوحيد وعارفة باللي كيعرف غادير من ايامات القراية وهو عارف باللي هي وحيدة وما عندهاش عائلة داك شي باش خستها تصرف كأنها غادير قلت سيف وهز راسو طلحة مرجلها لراسها بنادارات من فهمينش وهي كتشوف فيه وراس ما بتي سامة صفرة على وجهها ابقى وساكتين بجوج حتى وقفات ساندي غادا جي هت الفوزينة وقالت نجيب ليك شي حاجة تشربها قال لي هسيف ابنا ما تعد براسك ما جهوا باتوش ودخلاتك تقلف في اللاجة جي بدات قرعدي العاصير وخدات جوجة الكيسان حطهتهم في البلاتو وبداتك تخوي العاصير في الكيسان حتى حسات بخيال من وراها سيف كي دخلات الكوزينة جبد شي حاجة من جيبه وقف كي تمشها بلا حس وصل الباب الكوزينة وهي تباليك تقاد شي حاجة فوق البوطاشي وعاطيها بالظهر تقدم عندها بسرعة ودور ايديها عليها حكمها باش ما تتحركش وقبل ما تستوع باش نواقع تربها بشوكة في عرقها تسدوا عينيها على الفور وغيبات وطاح الكاس من ايديها وتهرس وتزلع العاصير في الارض هزها من ايديه وخرج من الكوزينة وهبط في الدروش باش ما يتصادف مع حد ووصلنا الطابق الارضي وخرج من الباب وكانت سيارة رونش كحلة واقفة في جنب الطريق افتح الباب اللوراني وحطها مسرحة سدوا ودار الكب وديمارة وطموبيل وفي غرفة باردة كيتغاه لها اللون الابيض كيتوسطها سرير طبي ناعسى فيه كيف المعناك لابسة رداء اخضر خاص بالمسحة ومغطية بإيزار بيد وقالس بجنبها الشاب ضخم البنية كيشوف فيها بعيونه الزرقين فتحات عينيها وبال لها السقف بدات كتحاول تمييز المكان وحسات بشي حد جنبها دورات وجهها وهو يبال لها شخص غريب على وجهه ابتسامة ساحية غير استوعبات باللي هي ماشي في بيتها وهي تقفز من بلاستها وتقعدات كتشوف فيه والخوف ما لعينيها قال ليها ما تخافيش انتي بأمان قالت فين أنا وشكون انت؟ قال ليها الشخص انتي في المسحة عندي وأنا الدكتور المكلف بالحالة ديالك بدات كتحرك رأسها بالله وهي ما قادراش تصدق داك شي اللي كتسمع ناضت بسرعة في اتجاه الباب بغت خرج كيف حلات وهي تلقى سيف قدامها حسات بالأمان والطرمات في حضنه كتبكي وكتخرج ودخل في الهضرة قالت سيف عافا كتديني من هنا أنا ماشي حمقا ما بغيتش نبقى هنا ما عرفتش شكون اللي جابني لهنا أنا ما مريضاش بدك يطبطب عليها وهي كتبكي على صدر بعدها وجرها قلسها فوق سرير كيمسح ليها دموحا قال غادير ما تخافيش تهدني وسمعيني مزيان أنا اللي جبتك هنا قالت شنو وهو يقول غير سمعيني غادي نفهمك كل شي من نهار كنتي باغت نتاحري وأنا مراقب تحركاتك حيت بقى ذاني مشغولة معك وواحد الليلة وصلتك للدار وبقيت واقف بعيد على العمارة بعد مدة وانتي تباني لي نازلة ولابسة الباس في شكل ماشي ستيل ديالك تبعتك بنا ما تحسي حتى وصلتي الواحد لكازينو عقلتي نهار سولتك واش كنتي في كازينو رينو وباللي شفتك تمنعك توترتي وجاوبتيني بالله طيقتك وقلت غير كتشبه ليك صافي ومنلي شفتك وصلتي لنفس الكازينو تأكدت باللي هاديك كانت انتي تعجبت علاش كدبتي عليها ودرتي بحالي لما كتعرفينيش المهم ابقيت تابعك حتى بنتي لي يلبستي الباس ديال الخدامين هنا ابقيت تابعك حتى بنتي لي يلبستي الباس ديال الخدامين سمعك كنتي كتضحكي واللي لازم حداك كيهضر معاك تعجبت حال ليلك نشوف انسان اخرى ماشي انتي ابقيت كنراقبك من بعيد حتى ثالات ساعات العمل وبدلتي حويجك وخرجتي تبعتك حتى وصلتي للدار ومشيت بحالي وراسي مخربك علاش خدامة في ديك البلاصة ومخبية عليا وعلاش كتصرفي على غير طبيعتك ديك اللي شفت ماشي غادير لك نعرف ابقيت كنراقبك الأيام حتى تأكدت باللي شي حاجة منك ماشي طبيعية كأنك عايشة حياة منزدواجة ابغيت نواجهك بدك شي اللي اكتشفت ولكن عارفك غتلتازمي الصمت كيف العادة فكرت حتى عيد وملقيتش تفسير لهاد شي ومشيت تتاصلت بواحد الصديق كنعرف تلفت سيف عند الشخص اللي قيلت بالفضة كي يسمع لحديتهم باهتمام وكمل كلامه سيف قال هيدا هو الدكتور ركعان طبيب نفسي من أشهر الأطباء في هاد المجال وغادي ساعدك غادي ربعيني هم درمعين قالت لا سيف عفاك قال لها غادير ما تبكيش انتي محتاجة المساعدة وهو الوحيد اللي قادر يعالجك قالت انتو مما عارفين والو حتى حد ما يقدر يساعدني قال لها سيف بالعكس هو قادر يعالجك ويخلي الشخصية الخرة تختافي من حياتك قال لها سيف سمحي ليت صرفت بلا موافقتك ولكن فاش تلاقيت بالخرة كان ضروري نجيبك لهنا غادي من مصلاحتك تخلي الدكتور ركعاني شخص حالتك ويعاونك تعالجي قالت انا خايفة خايفة بالزهر وهو يقول لي هزير خودي وقت وفكري يلا هنمشي ودعبا غادي تمشي معي للدار قالت لا الديني غير للدار قال علاش رافضة خاسكي تبقاي قدام عينية باش نرتاح من جهتك قالت ما عندك لاش تخاف هاد الوضع عايشة فيه لثنوات قولت اقلمت معاه وصلها سيف لدارها ومشى في حاله والغد لي من لي فاقت مشات المجلة كملات خدمتها وفوقت لغداخي رجعت هي وسيف وتغداوه وقدروا على موضوع العلاج وخبراته موافقتها باش تعالج سيف فرح بهذا الخبر واضت البركان هادي كساعة اللي بدوره كان كينتظر مكانمته علموا باللي خاصهم يبدوه في أسرع وقت ممكن حيث العلاج كيتطلب وقت تافق معاه يجيوا لغد ليه في العشية من بعد الخدمة وفي هاد الليلة ما ظهراتش ساندي وفاقت غادير في بلاستها ما قداتها فرحة دوجات وفترات ولبسات حويجها وجمعات شعرها خرجات وهي كلها حماس للجلسة لولا دي العلاج خرجات ومشات عند سيف وركبات معاه في الرنج دياله توجهوا العيادة ساعة ديال الطريق وكانوا قدامها لان بعد ما هضروا مجموعين مع الطبيب خرج السيف وبقات غدير مع الطبيب قال ليها نبدأوا بالسهل ممكن تعاودي لي على راسك قالت بحال هاش وهو يقول اسميتك شحال في عمرك شنو هي مواهبك واهتماماتك غدير خدات نفس وقالت اسميتي غدير عندي 22 سنة هيعجبني الرسم والتصميم ولكن شغافي هو الصحافة قال ليها ركان مزيان دابا ممكن تعاودي لي على عائلتك غدير غرغرو عينيها وقالت ما عنديش عائلة مدليها ركانت لي ناكس وقالت ليه شكرا وهو يقول عارف صعيب عليك تهضر على عائلتك ولكن حاولي قالت بابا مات قبل منذات ما كان عارفوش شفتوا غير في التصاور وقالوا ليها مات في حادث العائلة اللي كان عارف هي ماما واختي حتى هما ماتوا وبدأت كتبكي ضروا من درها وهي كترجم وهدرتها كتقطع ما قادراتش تهدرب لما تشهق وقفرة كان وتوجهها عندها وقلس في جنبها ومسح لها دموحها وقال إلما قادراش تكملي خلي احتال مرة أخرى غادير حركات رأسها بالله وقالت كانت عندي 12 عام ماما كانت مريضة بالسرطان وديما ناحسة وجهها شاحب مع مريما شفتها واقفة بصحتها وكتتحركي في الناس وخا كنت صغيرة كنت عارفة باللي مرضها صعيب واختي هي اللي كانت رب الأسرة كانت هاززانة كتخدم النهار كله وكترجع للدار تشقه والطي تقابل ماما وتوكلها وتعطيها دواها وتجي تراجع معايا الدروس ما كتخلينيش نعاونها كتقول لي يا ركزي غير في قرايتك وما تشغليش راسك بحتى حاجة حتى الواحد النهار جيت من المدرسة ولقيت الإسعاف في باب العمارة طلعت كنجري لقيت باب الدار محلول والناس داخلين وخارجين والبوليس كينين مشيت لبيت ماما ولقيتها كتبكي ما فهمتوال صولت على أختي بوروج واترمات ماما علي عن قاتلي وقالت لي أختك مشات أختك ماتت بدأت غادير كتدخل واتخرج في الهدرة وكتقول بوروج ماتت مشات وخلاتني بغيت أختي بغيت أختي مشات ودت معاها ماما مشا وخلاوني بغيت أختي كانت كتعاودوا تدرف رأسها را كان شديها في إيدها بجوش وضمها لصدره وعنقها وزير عليها سيف اللي كان في الخارج اسمع خواتها ودخل كي يشري شافها في هذيك الحالة منهارة ودموحها غادين بوحدهم ورا كان معنقها قربه هو كيتحصر على حالتها كيسمع غير بغيت ماما بغيت أختي بقى مصدوم ما عرف شنو يدير بيليه را كان هزها بين إيديه وحتى فق الرلاكس مشا جا مهدئ حقا هابيه ونعسات في الحين وهو يقول سيف شنوق عليها؟ عليش وصلات لهذا الحالة؟ واقيلات صرحت نجيبها لهم وهو يقول له را كان هاد الشي لا بد منه خاصها تواجه الماضي ديالها باش تتخلص من مرتها هاد الخطوة كان ضروري منها مشاركين دوز مكالمة شوية ودخلوا ممرضات ببياس هزوها ودوها للغربة اللي غادت نعس فيها سيف بعد مطمئن عليها خرج وهو عارف مخليها في أيدي أمينة وركب في سيارته ومشى للطار أمارة كان إجلس في الفوتين قابل معاها عينيها عليها كيشوف بيها شوفات حنان معرفش علاش حس بيها ماشي كأي مريضة عنده إجلس ساعتين ما تحركش من براسته حتى بانت ليه كتتحرك حلات عينيها وناضت كتشوف راسها في مكان جديد عليها تقعدات وهي جي عينيها عليه وهو قالس دير الرجل على الرجل ومشبح في الفوتين شافت فيه بشوفة حادة وقالت شكون انت؟ قال راكان مرحبا كنت في انتظارك أنا راكان سليماني الطبيب ديال غادير قالت ساندي كيفاش؟ طبيب ديال غادير؟ ديالاش بستلامة؟ وعلاش أنا هنا؟ راكان قال لها انتي هنا باش غادير تتعالج من مرضها ناضت ساندي من الفراش وربعات ايديها كتشوفيه باستهداء وقالت ما عرفت شواش سمعتك مزيان ولا كتخايل ليه وضح كلامك وبارك من الألغاز راكان وقف عندها وقال كنظن راكي فاهمة غير كالتعامي ولكن ماشي مشكيل نعود نفهمك أنا طبيب نفسي وغادير المريضة ديالي وغادي ندير المستحيل باش تتعالج من مرضها انتي نتيجة دك المرض كيف كتعرفي وهي دقول ستاب سكوت غادير جات عندك باش تتعالج زعم السيدة بداتك تغفل هزا تصبحها بتحذير وقالت سمع نقول لك داك شي اللي باغين عمركم ما غادي تواصلوني ما غاديش تخلصوا مني عرفتي علاش حيث أنا متشبتة بالحياة كتار من هاديك الجبانة راكان قال أنا ما كنشوف هاش الجبانة لحكس تماما أي وحدة في بلاستها ما كانتش غدا تنجا من داك شي اللي دازت منه متأكد باللي عانات الأمرين وقدرات تستعمل هذا كيدل على مدى قوتها ضحكت ساندي وقالت واللهي لا ضحكتي غادير والقوة ايش من قوة كتدر عليها هاديك فين ما تواجه شي حاجة كتهرم منها أجبا منها ما كاينش عرفتيش كون كي يأكل الضق أنا أنا لي هز الحمل وعايشة في الجحيم ومع ذلك ما تكسرتش قاومت وواجهت أعدائي وما غاديش نستسلم ديك الشهادة اللي شاد غير رجعها لهم راك ما طبيب ما والو قال لك غادير قوية كيشوف فيها كتهدر معصبة وكتضحك بهستيريا العب عليها وفصحات على شحان من حاجة اللي يستغرب منه هو وفاش هدرات على الأعداء شكون قصدات وشنو علقتهم بغادير هادشي كلشي عن ساندي هي الوحيدة اللي عارفة لازمو يسلي هلسانها وخصعيب حي تباين عليها ما سهلاش وهو يقول لي هركان ممكن تهدي أنا فقط شخصت مرض غادير وكان لازم نتلقى بيك باش نحرف جانبك من القصة تكشي لعودات لي يا غادير كانوا فيه فجوات انتي لغادة تملئهم ساندي دبطت نفسها وقالت ما غاديش نزيد معاك حرف واحد توجهات الباب بغت تحو احتلقات وسبقها وقفليها في طريقها وقالت ما غاداش تخرجي من هنا بلا ما تعيي راسك غادير وقعات على أوراق العلاج اللي كيخولوني نحبسها هنا وهاتشي كي يعنيك حتنتي ما تخلينيش ندير معاك الخائق ونستعمل الأنف حيث من هنا راكي ما خرجعش شافت فيه ساندي بشوفات نارية وقالت أوكي ستوين رجعت قلسات فوق الناموسية وقالت سمع نقول ليك غادي تندموا على هادشي غادي نندمكم كاملين هون متيقن راكان قال ما شي مشكيل ديري اللي في جهدك تعاملت مع حالات أصعب وأعنب ما تبانيش قدامهم بتاسمات وقالت ما تكونش متأكد راكان حل الباب وقال تشرفت بمعرفتك لقاءاتنا غادي يكونوا كتار من هنا القدام وغادي نتعرفوا على بعض بزيان ارتاحي دابا خرجوا سد الباب وعيت الممردة وجابت ليه سوارت وستعليها بساروت عاد طلع لمكتب تيارو وعيت على سير قال سيف مسالي وهو يقول له سيف أكيد غادي الكيف بقات راكان قال من ليه فاقت كانت الشخصية الأخرى اهدرنا شوية وأكيد رفضات فكرة العلاج وهو يقول سيف أنا غدا غادي نمشي المجلة ندفع ليهم شهادة على حساب غادير ونجي نطلع ليها وهو يقول راكان أوكي دوز عندي قبل خاصنا نهضره وهو يقول له سيف واخا يلا تعلق كيف حسيت بالحسة تقطع ناضط ومشات الباب غد تحلو وويلو مصدود طلع لي هزعاف ومشات البالكم لقاته حتى هو مصدود قلبيت الغرفة كلها لا تلقاشي حاجة حادة ما كاينش داينين حتياتهم سعرات بالمعقول ما يمكنش تبقى محبوسة هنا عندها انتقام هاللي مازال مسارة بسخر ما تقترش ما تشوفوش والليات كتتوحشوا بلا قياس خاصها تخرج في أسرع وقت وتبالي بدوك اللي وصلوها الهناهما اللولين سطحات على الناموسية كتشوف في السقف ورجعوا لي هادي كريات غير مرغوف فيهم نزلت دمعة كتشري من عينيها حتى طاحت على وسادتها وهي كتذكر أسوأ منظر شافتوا في حياتها اللي ما كيف فارقهاش ومترسخ في دماغها في حي بسيط في عمارات عاديين ومتوسطين عايشين في عائلات من الطبقة المتوسطة في إحدى الشقق عايشة عائلة أفرادها ثلاثة ديال الناس كانت جالسة قدام المراية كتقدف شعرها الكحل حريري فتاة في مقتبل العمر في أوائل العشرينات جمالها فريد من نوعه عيون كبار مشفرين ولونهم عسلي وشفاهم ممتلئة ووجه مستدير بشرة سمرة وملامح كتطغع ليهم البراءة لكتعكس شخصيتها الخجولة والطاهرة دارت المايكب ولبسات حويجها وتمشت وقلسات في سرير صغير للشخص واحد جا جنب سريرها اللي في نفس الحجم حطات إيدها على الفتاة اللي نعصى كتحرك فيها وتبوس في وجهها عنكشاتها حتى حلات عينيها اللي من نفس اللون ونفس الملامح كأنها نسخة مصغرة عليها قالت بوروش غادي رفيقي باركة من نعاس ره غادي يمشي عليك الحال قالت غادي غير خمسة ديال تقايق عافاك وهي تقول بوروش ناري على نعاسة غادي نمشي الكوزينة نسخل في طرعة وتاني تعطلي إن عوامختي بسطل ديالما مشات بوروشي الكوزينة وسخنات الحليب اللي برد وقادات الفطور وقلسات كتشرف في القهوة وهي تباليها غادير داخلها بشعكاكتها وكتحب في عينيها قلسات مقابلة معاها وهزات الحليب كتشرف فيه قالت لها بوروش اغسلتي وجهك بعدها وهي تقول غادير اه اغسلته بوروش قالت فتري ضغياء ومشت شعرك قبل ما تمشي للمدرسة ناشر سنة وديركي في البيبين خاسني ندير لي كل شي غادير قالت وعلاش أنا اللي ندير وانتي كاينا أختي العزيزة بوروش قالت ناري على بالحاسة أنا ما غاداش ندوم ليك غادير دمعو عينيها وقالت فين بغت مشي وتخليني وهي تقول بوروش قويلي عن البكاية دموعك ديما واجدين بزتها فخدها وهي تقول ما غادا فين هنا بطنبط أنا وياك وماما وعمرنا متفارقوا غادير قالت لها وعد وهي تقول بوروش وعد يلا مش ليش عكاكتك هاني مشيت خرجات بوروش وهزات حقيبتها وحلات البيت اللي جن ببيتهم كانت الأم ديالهم نعصة جسمها هزيل وبين عليها المرض تحنات بوروش وباست راس ماماها اللي حسات بيها وهي تفتح عينيها وقالت بنتي غادر لخدمة بوروش قالت آيها ماما قالت نورا اختك فترات وهي تقول بوروش خليتها كتفتر أنا خاسني نمشي ليمشي علي الحال فطري وما تنسيش تشور بيدواك قالت نورا واخا بنتي الله يرضى عليك خرجات من بيتهمها وطلت على غادير وقاتها كتمشت في شهرها قدام المراية بتاسمات وخرجات نزلت وغادة كتزرف خطواتها وقفت جنب الشانطي وشيرات التاكسي وقفت تاكسي قدام شركة ضخمة نزلت كتتمشى بالزربة ودخلات مع الباب طلعت في المسعة الخاصة بالموظفين ووصلت للطاج الأخير خرجاتك تتمشى في الكولوار وعينين الدكور متبعينها ووصلت للمكتب ديالها وقلساتك تقاد في شيوراق طونا لها التلافون وجاوبات ونادت بسرعة هزات الملفات في إيديها ووقفت قدام باب كبير واخدات نفس طويل دقات عادفت حادو كان مكتب كبير وشازع وتوجهات لعند الشخص اللي قالت في الكرسي ودائر الرجل على الرجل وعينيها عليها من اللي دخلات كيبان في التلاتين عاد وهي تقول له بروش موسيو الهلالي هادو هما الملفات لطلبتي قال لها راميز الهلالي الضحية الرابعة اللي قتلات سنتي في لوطين وهو كيشوف بها بشهوة قال مزيان حطيهم وجيبي لي يا قهوة بسرعة بروش حادر رأسها وقالت اوكي موسيو نشاتك تزرب وتك على الكرسي كيحك في دقن وكيشوف فيها حتى خرجات عاد الرجل كيشوف في الوراق اللي قدامه شوية دخلت بروش وحطات ليه قهوة فوق المكتب ابغت تسحب ايدها وهو يشدها وقال بروش عارف علاش حولتك من قسم المحاسفة للسكرتيرا الخاصة ديالي صحبت ايدها وقالت ما عرفتش علاش موسيو الهلالي وخام عندي حتاخي برف هاد المجال ولكن اوامروا خاسني نحتارمهم رامز قال ليها هكا باش كتعجبيني مطيعة وعارفة مصلحتك شنو بعليك اليوم تعشاو انا وياك الرفض غير مقبول بروش تقجات وقالت وخام موسيو شي حاجة اخرى قال ليها رامز لا سيري شوفي شغلة وغير دخلات للمكتب ديالها وحتات هالبقعة والتاني ديما محكسة معاها كانت ما بيها معليها حتى تحولات من البوست ديالها وولات سكرتيرا ديال مدير مخفوش عليها النظرات اللي كيدير فيها وتلميحاته وتحرشه بها عدة مرات ولكن ما عندهاش خيار إلا قدمات الاستقالة شكوني ضمن ليها تلقى خدمة بزهولة فاشت قبلات في شركة بهذا الحجم حسات بحليلة دخلات للنعيم ولكن مؤخرا تحول الجحيم ابكات احتعيات ورجعت لخدمتها وكل مرة معيط لها ونفس المشكل ايديه ديما سابقة كتصبروا تجنبوا بهدوء وفي الداخل ديالها ما كرهاتش تخنقوا شكون اللي تقدر تستحمل التحرش الجنسي كل يوم وصلات العشية والكونها سكرتيرته الخاصة ما خاصهاش تخرج حتى يخرج هو واليوم خاصها ترافق اللعشة كانت متخوفة وكتطلبت راشي معجزة ومتمشيش معاه حتى سمعت الباب التفتح وهزات عينيها ولقاته واقف كيشوف فيها دار لها بإيديه يلا وهزات حقيبتها وتبعاته وهي حابسة البكية خرجاته لقاته غادي كيتمشى بعشرفة ادخل المسعد الخاص به وبقات واقفه معرفيتش واش تمشي تركب في الاخر ولشنو احتجرها ودخلها معاه كحزاته ووقفات بعيدة عليه وتحل الباب وخرجه هي تابعه من له كانت سيارة فاخرة في الأسود واقفة وجه السائق فتح له الباب وطلع وهي طلعات وقلسات بجنبه ركب السائقه ديماره وهي مهبطة رأسهو كتحق في إيديها حتى حسات بإيده تحطات على فخدها قلبها تروع من لمساته صافي وصلت بيها العظم ما تقدرش تسبر يلا بغت تغوت في وجهه وهو يحيدها كان تليفون دياله كيسوني هزو وجاوب وطلع من السائق يقلب الطريق بعد مدة وقفت السيارة حدا كازينو هزايت عينيها كتشوف اللافتة مكتوب عليها كازينو رينو فتح لي الشيفور الباب ونزل وشار ليها تتبعه هبطات وغادة وكتلفت وتشوف في الناس شي داخل شي خارج دخلات وبانوا ليها ثلاثة ديال الرجال قالسين ومدورين بهم البنات من مظهرهم باينين بنات الليل شافت المدير ديالها تسالم مع الرجال وقلس تلفت عندها وشير ليها تجي تقلس حدها ابقات متردى واش تمشي ولا نلا تلفتات موراها وبانوا ليها جوج ديال ليقارد واقفين حد الدروش مشات قلسات حد المدير ديالها وهي حادرة راسها كتطلب تفيق من هاد الكابوس وطلقى راسها نعصى حدختها رامز شعل السيجار وقال شنو سهباب هاد الاجتماع المفاجئة شاف الشخص اللول جهت بوروش لي حانيا راسها ورامز طمأنه بعينيه زعمه ما تخافش وهو يقول الشخص التالي استفقى دازت بسلام ولكن كاين مشكيل صغير انت اللي غادي تكلف به قال رامز شنو هاد المشكيل وهو يقول الشخص اللول الهدرة ماشي هنا ووقف وقال ليهم تبعوني مش الشخص وتبعوها الرجال الاخرين ومعاهم رامز دخلوا مع واحد الباب وكانت قاعة كبيرة بحال قاعة الاجتماعات قلس الشخص اللول فراس الطبلة وقلسوا الاخرين حدهما وبدوا حديدهم بوروش بقات فلاستها متحركاتش هزات عينيها ولقات دوك لبنات كيشربوا يشي شو ما مسوقينش قالسة وما مرتاحاش بغات غير امتى تخرج من تنهان وقفات مع نقصاكها وغادة جيه تدوش حتوقف قدامها واحد القارد قده قد السخت وقال ليها فين غادة؟ قالت الطوالات وهو يقول نعت ليها القارد في الجهة الاخرى وقال راهية من ديك الجهة غمضات عينيها ومشات في الاتجاه اللي نحت لها هاداك بانوا ليها ببنكتار وتوجهات الواحد وفتحاته بشوية بان لها المدير ديالها ودوك الرجال يلاه بغت ترجع تسدو احتشافت جوج دياللي قارد داخلين من بابا قول وجارين معهم شي حد ومغطين ليه وجهه بغطاء أزود هبطوه وقلسوه على الكابيه وحيدوليه اللي اغطاء على راسه كان باين فيه الرعب وقف رامز من بلاستو وتوجه عند هاداك الشخص اللي رابطين اجبد رامز فردي مورى ظهره وحطه على راس هاداك وقال جوج كلمات هادا هو مصير الخوانة وطيره فيه في وسط راسه جاتا يحد ماياتو كتشرشر المسدس كان فيه كاتم الصوت متسمعش صوت الطلقة مسحوه بمنديل ورجح خشاف سلواله وقال للقارد تخلصو من الجده بوروش شافت كل شي على حينيها حتى اتهى على فمها بكترة الخلعة والصدمة بقات غير واقفة وجامدة في بلاستها وركابيها فاشلين ما بقاتش قدرات تحرك وما امتيقاش مديرها قتل روح بدم بارد عينيها مفتوحين على وسعهم ودموحة شلها علاش حال باش قدرات تتحرك ردات الباب بشوية ودارت بغا تتحيد من تناك قبل ما يشوفها شي حد وكيف رمات الجهة اللولة تعكلت وطاحت سمعت الباب بتحل بالجهد دورات وجهها بالعرض البطيء حتى كيبانوا لها ليجار دايرين بيها هزها واحد بإيد وحدة وجرها دخلها لداخل كانت كترجف علاشوية كانت غديرها في حواجها وقف رامز وقرم منها وباين فيهم عصب شدها من دراحة وقال شنو كديري هنا شكون قال ليك تحركي من بلاستك قالت بعد مني قتال ما تقيسنيش وهو يقول رامز ها خسارة شفتي شي حاجة اللي ما كانش خاصك تشوفيها قالت ليه هوروش طلق مني خليني نمشي في حالي وهو يقول رامز ماشي بهاد السهولة قرب ليها كتر وكيدوز إيديها على شعرها من لغو وهبط عنده إدنيها وهضربها قال أعلاش جيتي لهنا كنت باغيك تكوني ديالي نتمت تعبيك وتمت تعيني وما يخصك حتى خير علاش شفتي هاد الشي علاش بعدات عليه وشافت فيه باحتقار وهزات إيدها وصرفقاته وهي تقول راك كتحلم نموت وما نخليش مجرم وقتال بحالك يقيسني وجهه والأحمر مرداش تصرفقه قدام سحابه والقارد شدها من شعرها وعطاها بتصرف بيقى حتى داخل ونيفها بدك ينزف وهو يقول أنا الحمارة تمدي علي يا إيدك كنت غادي نخضي بيك الغراض ونتلقك تمشي في حالك ولكن انتي اللي جنيتي على راسك وروج جمعات الدفلة وعطاتها ليه اللوجه وقالت ما تقيسنيش الحيوان غادي نفضحك كل شي غادي يعرفك على حقيقتك المجرم مسح الدفلة من وجهه وجرها لاحة فوق الطفلة اللي كانوا ضايرين بيها ازدحها بالجهد حتى تقصحات في راسها وعطاتها اللغوات ولكن الصوت ما يمكنش يخرج للخارج المكان كان عازل للصوت تحنع ليها وبدك يحيد ليها في حويجها حاولا تتقاوم وكتركل ودرفيه كيرط ليها الدقم ضغبا وبقى كيجر حتى حيد ليها الفيستا وشرق وشرق القميشة وبقى تغير بالسوتيان والسروان الرجال ثلاثة ناضوا وما كيضحكوا باستهزاء خيلة وحدة تلقات أسوأ عقاب ممكن تعاقب به الفتاة فضلات كن قتلوها وما يدوش عليها هدش خلاوها مليوحة تمك حتى يشوفوا شنو يديروا ليها الليلة كلها وهي على ديك الحالة حدها جرات طرف الزربية وتغطات به جال صباح وحلات عينيها وجسمها كله مدقدك داك شي اللي داز عليها ما ساهلش حاولات تنوض وكل شي كان كيعقرها خدات حويجها ولبساتهم غير بالزز تمشيت بشوية وفتحات الباب وما باليها حد وصلت لديك الجليسة اللي كانوا جالسين فيها وبانوا لها ليجار تمشبحين في الفوتين وناعسين شافت ساكها مليوحة وهزاته وطلعت مع الدروج وكان سقيه خرجت كد ثرب حتى لقات راسها في الشارع كانت ديك ستاديا لصباح شيرات التاكسي وقفليها وركبات كان كيشوف فيها شفات فشكل وجهها فيه كدمات والماسكارة مجلخة بدموح وجنفهم همجروح لاحظات نظراته وحدرات راسها حتى نزل شعرها على وجهها وصلها لقدام العمارة وخلصاتوها بدات يلا بغت تدخل حتى سمعات صوته من وراها ما قدراتش تلفت وتشوف فيه هو آخر شخص بغتو يشوفها في هاد الحالة بقى تجامده في بلاستها وعطيها بدهرها وهو يقول موروش بقى تجامده في بلاستها داروجا قدامها وكانت مهبت راسها للأرض مد ايدو وحيد ليها شعرها مد ايدو وحيد ليها شعرها على وجهها وردو ليها ورودنها وهو يتصدم من دكشي اللي شاب قال عماد بوروش مالكي في هاد الحالة شكولي دار فيك هاكا بوروش بقى تساكتا وهو يشدها من دراحة بجوش وبدأ كيحرق فيها بالجهد وصوته كيحلى قال بوروش هادري مالكي شنطر عليك علاش بتي في الخارج مانا تقاتب واري حدها حيدات ليه ايدتيه ودازت فيه ودخلات محباب العمارة جات تضغط على زر المسعد وهي تجر من ايدها بالجهد لستقها مع الحيط وعينيه ماليهم الغضب حابسها بايدتيه وكيشوف عينيها وهو يقول عماد هادري فين كنتي البارح ما رجعتيش لداركم وجاية في هادلوقيتها وبهاد الحالة شكون دار فيك هاكا قالت بوروش بصوت خافز ما تغوتش دا بيسمعوك الجيران سير في حالك وفرقني عليك وانت غير لاسقني زعراته بالبرود ديالها شدها من شعرها ولكن ما زيرش هبط عينيه جهة عنقها وباليه كله انطبعه اثار السرقية والعضان عينيه اللي وجمرة ووجهه اللي حمر زير على الشدة وقرب منها حتى قربوه تلاسقه وهو يقول معا من كنتي هاد شي اللي طلع منك تخرجي على الطريق ازاي تقيدها وحتاتها على فمه وكتحرك راسها بالله ودموحها شلال كل شي تقدر تحمله الا انها تشوف نظرات لشمئزاز في عينين الشخص اللي كتبغي نطقات بزدوه هي كتشهق كلماتها خرجوا متقطعين ودخلوا في قلب عيماد كيف طعنات السكين انا انا تكرفصو علي يا عيماد تكرفصو علي يا بلا رحمة خداولي يا شرافي قتلوني وانا حيا شوكا وعينيه الحمرين تغرغرون ما مصدقش اشكيز معه البنت اللي كيموت عليها ويخاف عليها ملا هو تكرفصو عليها قال ليها شنو اسميته بوروش غير كتبكي وهو يقول ليها عيماد ما تعصبينيش بوروش كتر من هكا نطقي شكون هذاك اللي تعطي عليك بوروش قالت لي المدير ديال الشركة فشخ الدامة تلق منها وبدأ غادي وهي تبدأ تبكي وقالت له ما شي غير هو دار عندها كيشوف فيها وهبطات الارض وقلسات مغطية وجهة بأيديها قال ليها شكون آخر وهي تقول ما عرفت هونش عاقلة غير على وجههم قال ليها عيماد بصدمة أعلاها شحال كانوا بوروش عودات ليه كل شي الجريمة اللي شافت ومن اللي تكرفص عليها المدير وصحابه طاح على ركابيه وشد فراسه بغي حماق وقفوا بدكا يضرب باللي جات قدامه وهو يقول غادي نصفيها ليه غادي نقتلهم واحد واحد بوروش بقفات ليه وقالت لا لا ما غاديش نخليك تخرب حياتك هما أصلا مجرمين قتلوا روح بسهولة ما غاديش نسمح لراسي إلى أداوك انت ما غادي تدير والو وهو يقول عيماد قد حماقي عليا ولشنو بغيتين بقى نتفرج والحيوانات اللي تعداوه عليك باقي كيتنفسو تلق منها وهي تقول له إلا مجيتي غدا نقتل راسي وقفوا رجع عندها وقال كيف عاش وهي تقول له كيف قلت ليك ما تدير والو غادي نبلغ بيهم ونرفع عليهم دعوة قاطحه وقال ولكن وهي تقول أنا قررت حقي غدا نرجعه بإيدي انت ما عليك والو سير عيش حياتك وما تدخلش راسك المشاكل ديالي ومن بعد عيناقهم اللي استمر لمدة طويلة قال لي هاتبتل بش يمشي ويبلغوا في الحال مشات لبسات وخرجوا دازت للمستشفى ودارت شهادة طبية اللي تبتت بالفعل تعرضها لاغتصاب وحشي خدات هوم شاول مركز رفعات دعوة على مديرها حيث هو اللي كانت عارفة هويته وقالت لي هوم حتى على صحابه ووصفاتهم المحقق كان صعيب عليها وهي كتعاود على الليلة اللي دبزعتها في الجحيم ولكن فاش كتشوف عماد معاها كتحسب اللي عندها سند واخا كان باين عليه الغضب ومزير على ايديه وصابر غير بزدده هي كتعاود رامز اعرف بغروب بروش طفاها جاعل هادوك ليجارد اللي كانوا تمعك فاش هربات وكان كيخططه شنو يدير باش يتخلص منها احتاجه والبوليس عندول الشركة وطلبوا منو يرافقهم بمشاوه وواتق باللي ما عندهم حتى دليل عليه كتدب اقوالها كلها وباللي هي اللي كانت كتتحرش به وطماعة وتابع الفلوس ومن اللي مدهاش فيها اختارعت هات السيناريو وحيت ما زال ما كينينش لأدلة وما عندهاش الشهود طلقوه ولكن التحقيق ما زال خدام بدأت حركاته استعمل الرشوة والتهديد لقاعدوك اللي ممكن يكونو شافوها خارجة معاه في ديك الليلة كان باغي يتخلص منها ولكن غادت بتعليه التهمة ديك ساع قرر العب في الخفاق بوروش تحطمات فاش عرفات باللي خرج ولكن ما استسلماتش بقات كتتحر على هوية الاخرين هي وعماد حتى عرفاتهم بحكم كانت خدامة في الشركة قد رات تحصل على لائحة الشركاء دياله رابط وشافت صورهم وتعرفات عليهم في الحين وبقيت القضية مجرجرة حتى وصل وقت المحاكمة واستدعا ورامز اللي حضر وعلى وجهه ابتسامة استهزامة بدأت الجلسة وناد محامي بوروش أمجد رحيمي ضحية ساندي الثالثة كيهضر ولكن كلامه كامل كان ضدها الشي اللي خلى بوروش في حالة صدمة من دكشي اللي كيقول قدمت شهادة للقاضي اللي دارت بوروش اللي كتبت باللي تغتاصبات ولكن ما كانتش نفسها كانت ورقة اخرى ورقة كتبت باللي في ديك الليلة فعلا فقدات العذرية ديالها ولكن كانت بإرادتها ماشي غصب عليها وما كان حتى أثار الاغتصاب إجلس بعدما رمهد القنبلة وناد محامي رامز كمل واستدعى شاهد المحكمة كان سميته يوسف الصديق ضحية تعنيها أكد باللي ديك الليلة مشات معاه بخاطرها مقابل الفلوس وجابه شهود زور أكدو كلامو باللي شافوها مها بوروش تصدمات وبقات غير كتبكي وعماد ناد كيغوت ويحاير احتى طلبو منو يغادر القاعة دازت ايام وحالت هالدهورات بعد الغدر دي المحامي ديالها والكل شهد فيها باللي هي مجرد حافرة ومطيحة الباطل على مديرها السابق وطامعة في الفلوس الدمرات كتر وما كرهاتش تنهي حياتها ولكن اللي مصبرها هو حائلتها وعماد ما يمكنش تستسلم وتمشي وتخليهم حضرات الجلسة اللي تعلنات فيها براءة رامز الهلالي وخرجات بحال جده ومشات للدار وزدات عليها الأيام وهي غير مستوها في البيت ارجع عليها كل شي هملات الأم ديالها واختها ووقت ما جاء عندها عماد كترفت تشوفه ووحد النهار كانت قيل صحة الشرج حتى كتشوف الإسعاف وقفات قدام العمارة اللي قدامهم قلبها تهز من بلاستو خاصة فشافة والدين عماد هبطات كتجري في الدروج وحفيانا حتى خرجات للزنقة شافت أم عماد كتبكي وبغت تسخف وعرفات باللي عماد مات غوتات بكل قوتها وطاحت على وقفتها وبدات كتحلف عينيها وشافت مهجل سحدها وغادير واقف حدا الباب كتشوف فيها وشي عيالات حتى هما كينين غير استوعبات شنو لجرى وهي تنوت كتغوت وتنتف راسها وتضرب في وجهها وكتعيط بسميته شدو في هادوك العيالات حابسينها لتخرج وكتسمع في كلامهم اللي حرق لها قلبها مات مسكين الله يرحمه خرجات فيه دو موبيل ومات في بلاصته الله يصبر ممينته عليه هادرتهم كانت كتخشف قلبها بحال المواس ودازوا أيام وكانت جالسة في البيت حتى سمعت التليفون ديالها كيسوني شافت فيه شحال وعاد هزاته وجوبات خبروها باللي الاستئناف اللي رفعت هيو هماد بشأن القضية ديالها الترفض طاح لها التليفون من إيدها فاشت فكراته جمعات قبضتها وبدات كتضرب جهة قلبها وهي كتحس بألم راهيم وعرفات باليدوك اللي تكرفص عليها هو من اللي وراموته لا مترازها حتى هي السبب احتمات فكرات في الاستسلام مرة أخرى ولكن لا ما قدراتش تخليهم يفلتوا منها خذهم يتعاقبوا على جرائمهم واحتع لموت حبيبها ناضتوا لبسات عليها ومشات للمركز وبلغات بلي الحادثة اللي تعرض لها عيمات كانت مقصودة سجلوا أقوالها وقالوا لها غد يحقوا في القضية وغادرات المركز ورجعت للدار الغد لي كانت غادير جاية من المدرسة وصلت حتى باب العمارة وبغاد تدخل حتى تضربات بشي حاجة وطاحت هزات عينيها كيبال لها شخص ضخم ولابس كل شي كحل ووجهه مغطي امشى بالزر باورك في سيارة كحلة وتحركات تبعاته غادير بعينيها حتى غبرات الطموبية ووقفاته طلعت في المسعد بال لها باب الشقة مفتوح ودخلاته هي غادة جهة البيت حتى كتشوف الدم خارج من تحت باب الحمام ووقفات حد الباب ودفحاته بالشمية حتى كتبال لها بوروج متكي على الحار ورجليها مسرحين في الأرض وباركة ديال الدم تحت إيديها بجوج لكي ينزفه من جهة المعزم وزي دوار مليو حدها عامر دم ابقاتك ترمج في عينيها وطلقات حقيبتها من إيدها طاحت في الأرض وبدأ المنازل مع رجليها كيبان صفر في الأرض بداتك ترجع باللور بخطوات اتقال وعينيها مفيكسين حنى داك المنظر لقدامها كتحرك رازها وكتلفت في جميع الجواية ومبعدة نظرها على الحمام شافت الباب ديال الدار باقي محلول ومشات لحيته خرجاتك تجري في الدروش حتى واصلات الباب العمارة ووقفات اللحظة وزادت عاود كتجري بالعقل واصلات لواحد الجردة وكانت خاوية بان لها كرسي ومشات قلسات وراه ومتكي عليه وجمعات رجليها عندها مع النقاهم بإيديها وكترجف وتحتها فازك شوية جامان ضرختها بين عينيها وبدأت كتطرف راسها من اللور مع الكرسي بالجهد حتى غابت على الوعي وطاحت وجات الإسعاف وكيدخلوا قاسوا نبضها وكانت ميتها وشاب عموت الزوحة في الباياز مغطينها كاملة والجيران كيتأسفوا على حالتها عند بالهم ضاقت بها الدنيا وانضحرات لاموها حيتقتلات راسها ومخليمها المريضة واختها الصغيرة دخلوا عند نورة وبكل أسف وشفاقة وهم كينتقوا الله يرحمها ويغفر ليها بكات نورة على كبدتها بكاء شديد ومع مرضها كتسخف وتعاود تنوت بغايت تمشي تتبع جتت بنتها ولكن منعوها وواعدوها باللي غادي تكلفوا بكل شي غادي الحلات عينيها كتشوف راسها فين كاينة لقات راسها في الحديقة ابقات كتتعجب أشنو اللي جابها لهنا ناضت كتجري وغادر الدار كتقول بوروش غادر تخاصم عليها حيث تعطلات ووصلات قد تام العمارة وشافت سيارة الإسعار وحداهم سيارة الشرطة ماهتماتش وطلعات لدارهم احتكت لقد دنيا عندهم عامرة شي داخل وشي خارج مشات البيت هوم وملقاتش خطها عاد مشات البيت ممها ودخلاتو هي كتتساءل بعينيها شنو واقع بانت لي هم هم سطحو كتبكي نورا شافت في غادير وهي تجرها لعندها وعنقاتها كتبكي وكتبوه بنتي مشات كبتي مشات كبتي مادت غادير نزلو دموحا كيجري كتشوف فمها كتبكي وحتا هي زادت كتبكي وخا ما زالا ما استوعباتش علاش الكلام اللي سمعات ما دخلاتوش لراسها كأنها رابضة تسمعو ضلات محموها بالبيت والجيران معمرين الدار وبعد التشريح اللي ذهروا توصلوا باللي انتاحرات ورجعوها للدار دخلات عندها نورا وبكات عليها احتخرج ليها العقل وعنقاتها وما بغاتش تطلق منها ودازو مراسيم الدفن ويوم عن يوم الدار بدت كتخوها احتبقت صديقة نورا المقربة وجارتها غادير من النهار رجعو بروج للدار باش تدفل ما خرجاتش من بيتها طلات عليهم من الباب وهم مخرجينها في النعش والأم ديالها كتغوتوا الطيح رجعت دات الباب وتخشات في النموذية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة